موضوع هذا الحلقة أخصصه فقط العاشق الببغاء أو كريم الهادي وكان ضامن معه كل التضامن وكان ندد بهذا العمل اللي الترتاكب في حقه من طرف المياه والغابات واللي كيدر جميع المولوعين بالمغرب بدون استثناء وكذلك حتى العائلات اللي كيربيوا الببغوات أو أنواع الببغوات لأن هذا الشي اللي ترتاكب في حقه يعني أي واحد كيربي شي نوع من الببغوات أنه مجرم أما بالناس اللي بغاوا يفهموا شنو واقع وشكون هو كريم الهادي فكريم الهادي مولوع يعشق تربية الببغوات وعنده قناة اسمها عاشق الببغاء واللي كان طلب من أي واحد شاف هاد الفيديو يدخل للقناة عاشق الببغاء باش يفهم كتر ويشوف الرعاية اللي كيقدمها للطيور دياله في المحمية فدائما عاشق الببغاء كان كيب بارتاجي معانا الهواية دياله وفينما كانت شي ببغاء كيمشي يشريها ويتقاتل على الحلم دياله أنه تكون عنده أكبر محمية للطيور في المغرب كما جاء في على لسانه ما طلبنا دعم الدولة وما بغينا تشيح تلي أعطينا الفلوس ما بغينا تشيح تلي جلنا شي حاجة يعني مقاتل الراسي ويطالبنا حاجة بسيطة ورقة بغينا نجري ورقة باش نكون أنا مرخص بحالي بحال الناس وبالفعل بدأ عاشق الببغاء كيكبر لأنه بدأ كيحطم أرقام قياسية في الاستحوات تقريبا على جميع أنواع الببغوات والتيت في الملكية دياله وكيملكها والغريب في الأمر أنه كيشريها بوطائقها لباسبور دياله لكن هاد الأيام كانت فاجئة في حق عاشق الببغاء أنه تم الاقتحام ديال المحمية دياله من طرف أزيد من ربعين شخص كي مثل السلطة بمدينة أقادير وتم الحجز على جميع الببغوات بالمحمية اللي تقدرات قيمتها بـ 80 مليون سنتيم فالسؤال المطروح هنا واللي بغيت أي واحد ممكن يشوف هذا الفيديو يجاوب عليه إلا ما كينش شي طرق قانونية أنك تحصل على رخصة تربية الببغوات في المغري فلماذا تباع الببغوات في المحلات والأسواق ولا يتم الحجز عليها رغم أنها معروضة في أكبر المحلات وإذا كانت ممنوعة ومحضورة لماذا تدخل للمغرب بوطائقها وجوازاتها أما السؤال المحير الذي يطرح أكثر معالمات استفهام لماذا بالطبع تم حجز ببغوات كريم الهادي ولم يتم حجز الببغوات الأخرى التي تباع في الأسواق المحلات التجارية فختام هذه الحلقة ما يمكن لي أن أقوله في هذه الحلقة إلا أن أندد بما تعرض إلي عاشق الببغاء وفي نظري عاشق الببغاء تعرض للظلم وهذا العمل الذي تعرض له عاشق الببغاء فهو تكسر الطاقات ومواهب الشباب هذا كان موضوع الحلقة السلام عليكم